ولا في هونغ كونغ زمن لفتات النيون العملاقة التي كانت تعلو أرصفة المدينة معلنة عن محال من كل الأنواع والتي شكلت أحد معالمها الشهيرة قبل أن يتم التخلي عنها امتثالاً لقواعد تنظيمية أكثر صرامة أو إفساحاً في المجال لمصابيح لد الأقل تكلفة والأكثر كفاءة لكنها تعود إلى ظهور راهناً في ورش عمل جيل جديد من الفنانين المنفتحين على تراث الماضي لكن كبار السن يحجمون عن نقل خبراتهم إلى هؤلاء لم يتأثر تصميم كارين شان بل سافرت إلى أمستردام ونيويورك للتعلم من فنانين آخرين وتعمل كارين شان اليوم في مجغل حرفي شغوف آخر هو جيف لاول الذي ينظم ورش عمل لعدد متزايد من عشاق النيون ويبلور الفنانين معنا المشاريع ويصنعان أنابيب النيون وكتشف الفنانين مجتمعاً عالمياً من محبي ومحترفي النيون على استعداد لمشاركة خبراتهم واتشان هي المرأة الوحيدة في هونغ كونغ التي تعمل في صناعة يهيمن عليها الذكور ومشروعها الحالي يحمل اسم ذي نيون جيرل وهي تعمل مع أبرز المتخصصين في النيون في العالم لإنشاء ست قطع منفصلة ترجمة نانسي قنقر